اهلا بحضراتكم من جديد في كل مكان واحنا بنعيش مع حضراتكم النهاردة أجواء انتصارات أكتوبر المجيدة لازم جميعا نعرف أنه معركة الكرامة ما بدأتش يوم 6 أكتوبر المعركة بدأت قبل كده بكتير من شهر مارس 1969 واللي بدأ فيها حرب الاستنزاف اللي سجلت بطولات كبيرة ومعجزات أكبر قادت إلى النصر العظيم في 73 فعلا هدير حرب الاستنزاف أطول حرب مرت في مصر 1041 يوم كانت حرب استراتيجية أهمة جدا من بعد النكسة مباشرة نتكلم من 17 1967 بدأ إعادة تنظيم الجيش المصري وبدأت حرب الاستنزاف مراحل كتيرة جدا الدفاع بصورة مستمرة لمقاومة أي مبادرة عسكرية إسرائيلية عشان نفهم حرب أكتوبر بشكل كويس لازم نذاكر ونفهم اللي حصل في حرب الاستنزاف حرب مهمة جدا كان فيه إجراءات استباقية كان فيه عمليات عسكرية وإنجازات عسكرية مصرية مهمة جدا خلال حرب الاستنزاف المرحلة التانية فيها كانت هي حرب الحرة المباشرة وحرب الكرامة والنصر ومبادرات قامت ديها القوات المسلحة المصرية خلال حرب الاستنزاف تعالوا مع حضراتكم نشوف لمحة كده وتقرير عن أهمية حرب الاستنزاف في تاريخ العسكرية المصرية خسارة مصر العسكرية في الخامس من يونيو عام 1967 1967 جعلت العدو الإسرائيلية يعتقد لأيام أن الحرب انتهت وحسمت لصالحه ولكن التاريخ أكد على أن إسرائيل لم تربح سوى معركة في حرب السنوات الستة سلطاتي سلطاتي لن نسلم أبدا بنبني بلد بنبني متقبلنا تقليل معركة حد مني مهما كانت حد ومهما كانت تكاليف أزل معركة فلم يكن يتخيل العدو الإسرائيلية أن الجيش المصري يستطيع أن يستعيد توازنه في أقل من شهر ويبدأ المقاومة لتحرير الأرض ورغم الخسائر التي نالها في يونيو جاء الرد سريعا في مطلع يونيو بمعركة رأس العشة التي اعتبرت بكورة المعارك الصغيرة في حرب الاستنزاف وامتدت حتى الرابع من يوليو في جنوب بور سعيد عندما قام مجموعة من دباط وجنود رجال الصعق على مدى أربعة أيام بصد هجوم العدو المضرع بسرية دبابات منعتها القوات المصرية من التقدم نحو منطقة الكارنتينة وبور فؤاد وكبدت العدو خسائر فادحة في المعدات والأرواح بالإضافة إلى رفع هذه المعركة للروح المعنوية لقواتنا المسلحة وسرعا ما بدأت معارك الرابع عشر والخامس عشر من يوليو ونجحت طائرات الميك 17 اشتركوا في القناة 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 بقصف جوي من العدو على الجزيرة لأكثر من ساعتين ونصف الساعة اشتباكات أظهرت بطولات نادرة وبدأ العدو في الانسحاب من الجزيرة من هول ما لقاه من رجال الصعقة مع تجبيد العدو الإسرائيلي ثلاثين قتيلا هجمات وانتصارات مصرية متوالية سببت خسائر في الأفراد والمعدات اضطرت إسرائيل إلى التحول من الهجوم إلى الدفاع وقامت بإنشاء خط دفاعي بطول 170 كم في مواجهة قناة السويس واضطرت لتحصين هذا الخط لإنشاء نقاط دفاعية قوية لحماية الجنود من لهيب المدفعية المصرية وهو ما كلف إسرائيل أكثر من 200 مليون دولار لإنشاء خطوط خلفية على المحاور الرئيسية الثلاثة المعروفة في سينام واضطر العدو إلى تمركز وحدات صغيرة في المناطق المهمة على شاطئ خليج السويس وخليج العقبة وفي عمق سينام فازدادت حجم القوات الإسرائيلية لتأمين شبه جزيرة سينام المحتلة وبهذا لم يقتصر الاستنزاف على خسائر في المواجهة فقط بل في حتمية تأمين باقي سينام الأمر الذي أثر على الاقتصاد الإسرائيلي ليتشبث العدو بمبادرة أمريكية عام 1970 كوسيلة خلاص لإخراج جيشه من الوضع المعقد الذي عاشوا فيه محاصرين في الأرض المصرية التي تم احتلالها في حرب الأيام الستة طوال حرب الأعوام الثلاثة التي تعرف بحرب الاستنزاف التي كانت مقدمة للعبور العظيم في السادس من أكتوبر التي جعلت الإسرائيليين يبكون على أطلال 1967 ترجمة نانسي قنقر